افتتح محافظة الإسكندرية محمد الشريف المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب وصرف الصحي وقال محافظة الإسكندرية إن المدرسة تعد طفرة جديدة للتعليم الفني بالمحافظة كما أنها تقوم بخدمة عدد من المحافظات المجاورة مؤكدا على أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهنية احنا السنة دي 476 فاصل جديد احنا وصلنا عدد الفصول عندنا في محافظة الإسكندرية 28281 فاصل 2721 مدرسة العدد ضخم جدا متابعته عملية صعبة لكن احنا قادرين عليه بإذن الله والتربية والتعليم ومدير التربية والتعليم لا تقلوا جهدا في هذا الأمر يهمنا أن أولياء الأمور يساعدونا الطلبة تساعدنا نلتزم سواء بإجراءات دراسية وفنية وعلمية وتربوية أو إجراءات احترازية عشان نخرج بعام أفضل من كل عام إن شاء الله وبإذن الله كده المدرسة دي يطلع منها كوادر أنا عايز أأكد أن المرخلة الحالية في الشركات المية والصرف تحتاج لفن مؤهل يقدر يشتغل جوه المحطات وفي الشبكات وده يعني ميزة كبيرة جدا أنه هو بتعلم التعليم الفني بتاعه العادي بتاع دبلوم المدارس الفنية والإضافة للتعليم التخصصي بقى للمية والصرف بوسط كوادر من شركة المية والشركة الصرف قادرين يطلعوا الخريج ده مؤهل للعمل في المحطات والشبكات على طول طبعا زي ما أنتوا شايفين المدرسة فيها إحنا عندنا 12 فاصلة على فكرة إن شاء الله بديني السنة دي بتلت فصول 88 طالب نأمل إن السنة جاية يزديد هذا العدد طبعا وطبعا يمكن السنة دي أو إذا أقول له حضراتكم 88 لإن كان عندنا برضو عملية التنسيق خاصة شوية لإن إحنا بدأنا التنسيق بعد ما انتهى التنسيق الجمهورية بالكامل فطبعا دي قلت العدد اللي جات لنا أخذنا 88 المفترك وإنه ناخده 120 أو 90 المهم يعني هنبدأ بيهم السنة الجاية بإذن الله هيبقى فيها عندنا إن شاء الله تسعين سنة اللي وراها هيبقى فيه تخصص عشان كده بنقول من السنة الجاية هيبقى يا ست فصول يا سبع فصول حسب التخصص